استمع الاجتماع إلى تقرير وتوضيحات قدمها لنا سيد وزير الداخلية يتبين لنا من خلالها أن الأمر يتعلق من خلال الأحداث التي تقع في الحسيمة والمناطق ديالها بأن خرافة المطالب الاجتماعية هي خرافة سرعانا ما تبخرت لأن المطالب التي تحرك من هم وراء هذه الاحتجاجات التي لا علاقة لها بالمطالب الاجتماعية التي نعتبرها طبيعية وتنكب عليها الحكومة من خلال مجموعة من المشارع ولكن كان هناك تطاول على الموضوع من خلال القفز على الخط الأحمر والخط الأحمر هو مجموعة من المطالب بنفس انفصالي بكل معنى الكلمة وهذا خط أحمر لا يمكن لهذه البلاد التي تبني ديمقراطيتها وعدالتها الاجتماعية أن تقبل بها اشتركوا في القناة